ميدانيا قتل وجرح عشرات المدنيين بقصف جوي لطائرات النظام السوري على بلدات سنجار والتمانعة وجرجناز وقرى الزفر والشيخ بركة وتل الطوغان والاخوين الشرقي إدلب وكانت الطائرات الروسية التابعة والتابعة للنظام استهدفت قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي منذ صباح اليوم بأكثر من 60 غارة جوية بتزامن مع استهداف الريف الشرقي من المحافظة بالصواريخ والمدفعية ما أوقع المزيد من الجرحى في صفوف المدنيين فيما شن طيران الروسي عدة غارات جوية على القرى المحررة المتاخمة للجبهات في ريف حماء الشمالي واستهدفت عدة بلدات وقرى آهلة بالسكان